المتاعب لتنظر الـ 222 فيفا فيولد كوب هو كتار هكذا ظن النظام القطري أن كل شيء بالمال يكون سهلا ملاعب وفنادق لم يفكر في أبعد من ذلك عندما راح يلقي بأمواله تحت طاولة الفيفا بشراء استضافة بطولة كأس العالم قبل أن يكتشف أن الأمر ليس بتلك السهولة المتاعب بدأت مبكرا عندما انتقدت منظمات دولية ما يتعرض له العمال الأجانب من إساءة واستغلال وعمل بالسخرة في منشآت المونديال أدت إلى وفاة كثير منهم وأصبح النظام القطري مطالبا بتعديل قوانينه الخاصة بالعمالة ومنها إلغاء نظام الكفالة المعمول به في البلاد هكذا اكتشف نظام الدوحة أن عليه القيام بأمور يقف المال عاجزا أمامها وأصعبها الإقرار بحقوق المثليين في مشاهدة مباريات المونديال مشكلة وضعت حكام الدوحة في مواجهة المجتمع وقيمه المحافظة ما دفعهم إلى التدخل لحذف فقرات من تقارير صحيفة نيويورك تايمز التي تحدثت عن المثلية الجنسية وكيف أنها ستكون مشكلة تواجه قطر في استضافة المونديال الحذف كان بهدف إخفاء الموضوع عن المواطنين القطريين لتثار بعد ذلك مسائل أخرى كتناول المشروبات الكحولية وكيفية تعامل قطر مع سلوكيات الجماهير الغربية التي يتعارض بعضها مع قيم المجتمعات المحافظة خاصة وأن البطولة ستقام في أجواء حارة